وستكون البداية من الحديث عن رسول الله لأن رسول الله هو ديننا لأن رسول الله هو قرآننا لأن رسول الله هو منظومتنا العقائدية الأصل بعبارة أخرى محمد هو الأول والآخر عندنا وهو الظاهر والباطن عندنا محمد هو الفاتح والخاتم عندنا محمد ديننا محمد أساس ديننا محمد قرآننا محمد مضمون قرآننا محمد حقيقة حقائق إيماننا محمد هو كل شيء عندنا ولا يوجد شيء آخر محمد 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 صلى الله عليه وآله في آخر الحلقة شيء من عبق الزيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي شيء من عبقها كي تطهر عقولكم وقلوبكم مما لحق بها من نجاسات المذهب الطوسي على لعنة على المذهب الطوسي القذر ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أنا لا أريد أن أقرأ نصوصاً أو عبارات كاملة إنما أأخذ بعض العناوين من هذه الزيارة الشريفة مثلاً هذا العنوان في أول الزيارة ونحن نسلم عليهم وأولياء النعم إنهم أولياء النعم الألف واللام هنا للاستيعاب لإستيعاب كل النعم هذه استيعابية استغراقية إنهم أولياء جميع النعم من مراده من ولي النعم هو مالكها والمتصرف فيها والذي له أن يضعها حيث ما يريد وله أن يمنعها من أي جهة من الجهاد هو الذي يعطي وهو الذي يمنع فهو صاحب هذه النعم وأولياء النعم هذا العنوان يدل على أي شيء يدل على كمالهم وإلا كيف صاروا أولياء لكل النعم الولاية هي القدرة على التصرف والحديث هنا عن كل النعم عن نعم في عالم الغيب وعن نعم في عالم الشهادة عن نعم مادية وعن نعم معنوية عن نعم تخص الإنسان وعن نعم تخص الحيوان وعن نعم تخص النبات وعن نعم تخص الملائكة وعن نعم تخص الجان وعن 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 إنها جميع النعم فالألف واللام استعابية استغراقية لجميع أنواع النعم في هذا الوجود وهؤلاء هم أولياؤها فهذا العنوان يدل على كمالهم أنهم أنهم لا يزدادون وإنما هم الذين يمنحون الكائنات القدرة على الإزدياد فهم مصدر العطاء مصدر العطاء يكون متكاملا لن يزداد الذوق الذوق المعرفي هو الذي يقول بهذا حتى لو لم يكن هذا العنوان موجودا إذا كنا نتحدث عن أجمل الجمال وعن أقرب الكائنات إلى الأصل إلى الله فلابد أن يكونوا كذلك لابد أن تكون هذه الحقائق مستقرة ثابتة ليست متحركة وإنما هي التي تعطي صفة السكون والحركة للكائنات الأخرى لأن السكون ماذا يكون سيكون بعد الحركة ولأن الحركة كيف ستكون ستكون بعد السكون أما بالنسبة لهم فهم حقائق ساكنة تتجاوز هذه المعاني حينما نتحدث عن سكون حقائقهم هذا السكون يختلف عن سكون الساكنات من الكائنات التي أشرقت وشعت من الحقيقة المحمدية فإن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة المشيئة مستقرة واستقرارها يختلف عن الكائنات المستقرة التي صدرت منها أعود إلى أولياء النعام هؤلاء في كمال كمال تام وليس هناك من نقص أو من حالة ازدياد وعلمهم لا بد أن يكون كاملا حتى يستطيعوا أن يتصرفوا مع كل هذه النعم بشكل صحيح وإلا كيف يتصرفون مع كل النعم هذه وهم لا يملكون علما كاملا محيطا بتلك النعم نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم من قبل الله لا نتحدث عن أولياء نعم بحسب العرف مثلا كأصحاب العمل كمدراء الشركات كالذين يمتازون بأنهم يغدقون على الناس بفضلهم في العرف والمجتمع هؤلاء قد يجهلون قدر النعم التي يعطونها للآخرين وهؤلاء لا يملكون النعم ملكية حقيقية إنما يملكون التصرف فيها بالإمكان أن تسلب منهم يمكن أن تأتي الحكومة وتأخذ هذه الممتلكات ويمكن لشخص قوي بالقوة يأخذ هذه الممتلكات نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم هم الأعلى وذل كل شيء لكم لا يستطيع أحد أن يتصرف في دائرة ملكيتهم فلابد أن يكون علمهم كاملا ولابد أن تكون ولايتهم كاملتان ولابد أن يكون الكمال في كل شأن من شؤونهم حتى ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم أولياء النعم القضية لا تقف عند هذا هذا مثال وإلا فكل عبائر الزيارة الجامعة التي تصل في النهاية إلى نفس هذه النتائج التي أشرت إليها بخصوص معنى أولياء النعم أيضا من جملة العناوين التي تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نسلم عليهم السلام على الدعاة إلى الله إلى أن نقول والمظهرين لأمر الله ونهيه يظهرون أمره ونهيه أول شيء لا بد أن يكون عالمين بما يريد الله والحديث هنا عن مطلق أمره ومطلق نهيه هذا يعني أن علمهم علمه سبحانه وتعالى والمظهرين لأمر الله ونهيه هذا الوصف جاء بعد سلسلة طويلة من الأوصاف منها المستقرون في أمر الله ومنها التامون في محبة الله وهذه كلها تشير إلى كمال تام في جميع شؤونهم وأحوالهم والمظهرين لأمر الله ونهيه هم الذين يظهرون أمره ونهيه عملية الإظهار كيف تتم بحسب كل عالم من العوالم إنهم يظهرون أمر الله ونهيه للملائكة بحسبهم ويظهرون أمر الله ونهيه للجان بحسبهم ولسائر المخلوقات في السماوات دواب السماوات القرآن تحدث عن دواب السماوات ونحن لا نعرف عنها الشيء الكثير القرآن تحدث بالإجمال وحدثتنا الروايات الشريفة التي بين أيدينا حدثتنا عن بعض شؤون دواب السماوات منحو موجز ومختصر فهم صلوات الله عليهم يظهرون أمر الله ونهيه قد يكون هذا الإظهار بالوحي فإن الوحي يكون من قبلهم يحون إلى الملائكة الروايات تقول وقد قرأت عليكم من الروايات في الحلقات التي حدثتكم فيها عن التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة حدثتكم عن معارج الوحي في قعر بيوته مر الكلام علينا لا أجد مجالا لإعادة كل المطالب المتقدمة فهذا الإظهار لا ينحصر بصورة من الصور البيان الكلامي لشيعتهم هذه صورة من صور الإظهار إظهارهم لأمر الله ونهيه يتحقق في كل العوالم وفي كل عالم بحسبه القرآن وهم أخبرون من أن محمد قد بعث للعالمين جميعا فلابد أن تتواصل بعثته في كل عالم من العوالم ولابد أن يظهر أمر الله ونهيه في كل عالم بحسبه وفي كل مستوى من مستويات بعثته بحسبها أين هذا المنطق من هراء الطوسيين وأين هذا الهدى من ضلال أولئك السخفاء السفهاء أتحدث عن الطوسي وأتباعه من مراجع حوزة النجف وكربلاء وماذا نقرأ أيضا في الزيارة الجامعة الكبيرة اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته اصطفاكم بعلمه علم الله لا يتجزأ فحينما اصطفاهم بعلمه وهم الأقرب إليه وهم صفوته فخصهم بعلمه الخاص به هناك علم مبثوث في الخلائق حتى الجمادات تملك علما كيف تسبح امن شيء في هذا الوجود إلا وهو يسبح امن شيء إلا وهو يسبح بحمده كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمده التسبيح بحمده فرع المعرفة فرع العلم فهناك علم في كل الوجود وفي كل موجود بحسبه الزيارة لا تتحدث عن هذا العلم هذا علم مبثوث في الوجود تتحدث عن علم خاص بالله لم يظهر في هذا الوجود اصطفاكم بعلمه بعلمه الخاص مثل ما جاء في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي المكان الوحيد الذي جاء فيه هذا التعبير إنها جنة الله الجنة الخاصة بالله هذا هو العلم الخاص بالله جاء التعبير في سورة الجن في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة وما بعدها عالم الغيب عالم الغيب إنه الغيب كله وبعض الغيب مبثوث في الوجود الأنبياء يعلمون الغيب بحسبه الملائكة تعلم الغيب بحسبها حتى نحن بإمكاننا أن نعلم شيئا من الغيب بحسبنا هذا غيب مبثوث في الوجود عالم الغيب إنه الغيب الخاص بالله والغيب المبثوث في الوجود الذي بثه الله في الوجود فهذا الغيب كله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه على غيبه الخاص فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا من ارتضى من الرسول الآية الوحيدة التي ذكر فيها غيب الله الخاص به هي هذه الآية مثل هذا التعبير لم يرد في مكان آخر من الكتاب الكريم يأتي الحديث عن الغيب ومراتب الغيب بكلها لكن الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي تحدثت عن مرتبة خاصة إنه غيب الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول في كلمات أمير المؤمنين يقول وأنا المرتضى من ذلك الرسول من ذلك الرسول المصطفى استفاكم بعلمه بعلمه الخاص مثل ما هنا فلا يظهر على غيبه على غيبه الخاص هناك غيب مبثوث في الوجود هناك علم مبثوث في الوجود لكن الحديث هنا في زيارة الجامعة الكبيرة عن علم خاص بالله يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت استفاكم بعلمه وارتضاكم وارتضاكم لغيبه اصطفاكم وارتضاكم إلا من ارتضى من رسول هذا الرسول هو المصطفى والمرتضى منه هو أميرنا أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا أنا المرتضى من الرسول أنا المرتضى من الرسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول المضامين المضامين هي هي واللحن هو هو الصادق يقول إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول بالضبط مثل الطوسي شلون الطوسي يعرف لحن القول في تفسير التبيان وفي عقائده التي تحدث عنها في كتابه الاقتصاد وفي كتابه تلخيص الشافي بالضبط أنتم استمعتم إلى كلامه وكيف أن كلامه يدل على أنه يعرف لحن قولهم قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الطوسيين السخفاء بحسب ما قال إمامهم الطوسي اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه لغيبه الخاص واختاركم لسره لسره الخاص هذا السر الخاص هو الذي استودعه الله في خزانة الأسرار إنها فاطمة لا نصلي عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إنها خزانة الأسرار هذا هو السر المستودع فيها اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته واجتباكم بقدرته جعل قدرته الخاصة قدرة لكم وإلا هناك قدرة مبثوثة في هذا الوجود ألا أحدثكم هذه قدرة ألا أحرك يدي هذه قدرة ألا أذهب إلى شرق الأرض أو إلى غربها هذه قدرة عندي قدرة عندكم قدرة عند الملائكة قدرة كل كائن بحسبه عند الحيوانات قدرة عند هذه الكائنات المجهرية التي لا نراها بأعيننا قدرة قد تقتلنا قد تميتنا تسبب لنا الآلام العظيمة ونحن لا نراها بأم أعيننا كيف يكون ذلك إنها تمتلك قدرة وقدرتها من قدرة الله هناك قدرة إلهية مبثوثة في هذا الوجود الزيارة لا تتحدث عن هذه القدرة المبثوثة في هذا الوجود فهي تحت سلطتهم وذل كل شيء لكم إنما الزيارة هنا تتحدث عن مقاماتهم الخاصة فإن الله جعل قدرته الخاصة قدرتهم اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة المستطيلة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة وكل قدرتك مستطيلة هذه القدرة المبثوثة والتي هي جزء من قدرته التي تتجلى في خلقه ما يتجلى من قدرته في قدرة خلقه أما القدرة المستطيلة على كل شيء هي قدرته الخاصة التي تجلت في الحقيقة المحمدية اللهم إني أسألك من قدرتك التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها هذه القدرة الإلهية الخاصة اصطفاكم بعلمه بعلمه الخاص وهو يختلف عن العلم المبثوث في الوجود وارتضاكم لغيبه إنه غيبه الخاص يختلف عن الغيب المبثوث في الوجود واختاركم لسره لسره الخاص يختلف عن الأسرار المبثوثة في الوجود واجتباكم بقدرته إنها قدرة الله الخاصة التي جعلها عندهم المضمون الذي قد نقرأه في زيارة الرجبية الجامعة هناك هناك زيارة رجبية جامعة وردت عن الناحية المقدسة الزيارة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وعوجب علينا من حقهم ما قد وجب ماذا نقرأ فيها نقرأ فيها أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض هذه مظاهر قدرتهم أنا سائلكم وآملكم سؤالي وآملي يتجه إلى قدرتهم لو لم تكن قدرتهم قدرة الله لما صار السؤال والأمل صحيحا هنا أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض فوضى الله إليكم كل شيء وعليكم التعويض والتعويض منكم وبأيديكم فأنتم أولياء النعم وأنتم أصحاب الولاية المطلقة على الأشياء تتصرفون فيها عطاء ومنع صعود ونزول أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم فبكم يجبر المهيض المهيض هو المكسور واللفظة في أصلها تقال للطائر الذي كسر جناحه أو كسر جناحه يقال عنه طائر مهيض لقد كسر جناحه لا يستطيع الطيران فبكم يجبر المهيض الكسير الذي لا يستطيع أن يطير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض تغيض تنقص وما تزداد الأرحام وما تغيض الزيادة من آثارهم أما هم ذوات ليس فيها زيادة ومر هذا الكلام علينا في تعليق على هراء وضلال الطوسي وهو يتحدث عن أن الإمام لا بد أن يكون أفضل ثوابا من سائر رعيته سذاجة لا تشابهها سذاجة لا أدري سذاجته هذه وسخفه هذا يطل علينا من فوق أو من تحت هذا السؤال على الطوسيين أن يجيب عليه أعود إلى الزيارة الرجبية أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويط وعليكم التعويط فبكم يجبر المهيط ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط إني بسركم مؤمن فأنتم مجمع أسرار الله أنا بسركم مؤمن ولقولكم مسلم مسلم لا أعمل عقلي مع قولكم وكيف أعمل قولي مع قولكم وأنا أعرف أن الله جعلكم خزانة لسره فسر الله الخاص عندكم مثلما أقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واشتباكم بقدرته لقد أعطاكم قدرته الخاصة وأعطاكم سره الخاص وغيبه الخاص وعلمه الخاص سادتي سادتي ماذا أقول عنكم لكنني أقول كما قال إمام زماني لا فرق بينك وبينهم هكذا أقرأ في دعاء شهر رجل لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلواتك وسلامك عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ونقرأ أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة طأطأ كل شريف لشرفكم هذه العبارة كافية طأطأ كل شريف لشرفكم كل شريف في هذا الوجود فكيف نتصور أن علمهم ناقص أنهم يقايسون في الثواب مع رعيتهم وكيف نتصور أن شفاعتهم منقوصة بحدود إسقاط المضار إلى غير ذلك من الهراء الطوسي ومن هذا الضلال والكفر الصريح بحسب موازين العترة الطاهرة طأطأ كل شريف لشرفكم وأيضا نحن نخاطبهم في الزيارة نفسها وذل كل شيء لكم أكان شريفا أم لم يكن شريفا طأطأ كل شريف لشرفكم الحديث عن الذوات الشريفة وذل كل شيء لكم في مقام من المقامات ذل الشريف وغير الشريف وفي مقام من المقامات طأطأ الشرفاء فقط طأطأ كل شريف لشرفكم طأطأ باختيارهم ذل من دون اختيارهم طأطأ كل شريف لشرفكم لأنهم أشراف ويعرفون معنى الشراف ولذلك يطأطئون لمن هو أشرف منهم أما إذا كان الحديث عن التجلي العام لولايتهم وذل كل شيء لكم برغم آنافهم هذا هو الذي نقرأه في دعاء السحر اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه فأشرف الشرف هو هذا الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة طأطأ كل شريف لشرفكم هنا في دعاء السحر اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله هذا شرفهم شرف محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها أعز العزة هي هذه التي ذل لها كل شيء وذل كل شيء لكم هذه المضامين هي هي التي نقرأها في مقدمة دعاء كميل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء بعزتك التي لا يقوم لها شيء هي هي التي في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وهي هي التي في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها هي هي التي تتجلى في دعاء كميل وبعزمت وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء إنه دعاء شهر رجب فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبعظمتك التي ملأت كل شيء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فماذا تقولون وهذه الأدعية والزيارات وفرها الأئمة لعوام الشيعة وخواصهم وقالوا لنا من أنه ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذا قول أمير المؤمنين وهذا وهذا ذكرته لكم صدقوني في حاشية المطلب هذه النصوص عميقة المعاني عميقة جدا أنا أقوم أنا أقوم هنا بعملية مقارنة اللفظية بين النصوص ما توغلت في أبعادها العميقة إنها مجرد عملية ربط فيما بين النصوص بحسب ظواهر ألفاظها من دون التوغل في لطائف معانيها العميقة جدا والتي تأتي متناغمة مع عميق القرآن وعميق بواطن حديثهم الذي نؤمن بظاهره في كل آفاقه وبباطنه في كل أغواره العميقة وقت الحلقة صار طويلا إنما أشير إلى عنوان واحد جاء في مقدمة الزيارة يجمع كل هذا نحن نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إلى أن نقول والمثل الأعلى هذا هو العنوان الجامع المثل الأعلى لمن هل هم مثل أعلى لي ولكم هذا الكلام يكون منطقيا حتى لو كنا نعتقد بمستوى عقيدة الطوسيين سود الله تعالى وجوههم على عقائدهم الضالة حتى لو كنا نعتقد بمستوى عقائد الطوسيين فلا يصح أن يكون محمد وآل محمد مثلا أعلى لي ولكم إنهم المثل الأعلى لله فنحن هكذا نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنة وحجج الله العناوين المتقدمة تضاف إلى الله مثلما أضيفت الحجج إلى الله هذه الأوصاف السلام على أئمة الهدى إنهم أئمة الله الذين نصفهم الله وهذا الهدى هو هدى الله إنهم أئمة الله السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إنهم مصابيح الله في هذا الكون في هذا الوجود والمثل الأعلى إنه المثل الذي يتحدث عنه القرآن في سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا بهم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أين هو هذا المثل الأعلى هو هذا الذي ذكر في زيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي صورة للمثل الأعلى إنه المعصوم الذي يجب علينا أن نعرفه هكذا النخعي قال للإمام الهادي علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم الإمام علمه الزيارة الجامعة الكبيرة ورسم له فيها لوحة للمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى القرآن يحدثنا عن هذا المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فليذهب إلى الجحيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الكلام هو في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أين في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مثله الأعلى موجود في السماوات والأرض ما هو هذا المثل الأعلى وله المثل الأعلى سورة الله هذا مثال عن الله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أين هو هذا المثل الأعلى إنهم هم الذين نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إلى أن نقول والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنطقين بين منطق قناة القمار الذي يستند إلى البراءة من السقيفتين من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي ويبايع البيعتين إنهما بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وبيعة الغدير الثانية بيعة قائم آل محمد قارنوا بين هذا المنطق وبين منطقي الطوسيين وفقا للمذهب الطوسي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قيمة الدين وقائم الدين على مودة الزهراء والحجة بن الحسن سألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر